اشتركوا في القناة في البداية لابد من التذكير بالقاعدة الإحصائية لعدد المترشحين لكل اختبار فعدد الذين سيتجاوزون الاختبار الكتابي هو عدد المناصب المطلوبة في كل تخصص مضروف أربعة مثلا لو أن جهة الرباط في حاجة لثمانين أستاذا في التعليم الابتدائي فإن عدد الذين سيتم انتقاؤهم لجتياز الاختبار الكتابية سيكون هو 320 مرشحا سينجح منهم لجتياز الاختبارات الشفوية فقط 3-4 بمعنى يتم إقصاء الربع ليبقى عدد المترشحين لاختبار الشفوي هو 240 مرشحا بمعدل 3 مرشحين متنافسين على كل منصب واحد من عدد المناصب المطلوبة ليتم القبول في النهاية ربع المترشحين أي العدد الأصلي للمناصب المطلوبة يمكن أن نلاحظ انطلاقا من هذه المعطيات الإحصائية أن الاختبار الشفوي يعتبر قنطرة عبورين ضيقة وحاسمة فالنجاح في الاختبار الكتابي لا يشكل إلا نسبة 1 على 3 من حدود النجاح في ولوج المراكز الجهوية لمهان التربية والتكوين وهذه الأهمية القسوة يمكن تبريرها بالأسباب التالية أولا إن الاختبار الكتابي يستهدف اختبار القدرات المعرفية فقط للمترشح لكن حتى وإن كانت للمترشح معرفة جيدة فهذا لا يعني وحده لأن يكون معيارا موضوعيا لتأهيل مهنة التدريس إذ ستتدخل معايير ذات أهمية بالغة في هذه العملية ومن أهمية شخصية المترشح وقدراته التواصلية السبب الثاني أو المبرر الثاني هو أن الاختبار الشافوي يقوم على اتصال مباشر وجه لوجه بين المترشح ولجنة الاختبار وهذا يعني التعرف عن قرب على المترشح كفرد وكشخص وهذا الاتصال المباشر يمكن لجنة الاختبار من التعرف الموضوع على كل قدرات المترشح المبرر الثالث هو أن بعض المترشحين الذين يحصلون على نقعة عالية في اختبار الكتابي يتبين فيما بعد أنهم غير مؤهلين للتدريس لأنهم يعانون من اضطرابات أو من بعض الاختلالات الحادة التي لا تؤهلهم للتدريس وندكر منها مثلا خلال في النطق أو مواقف متطرفة ذات طبيعة دينية أو إيديولوجية لكن ما هي المجالات التي يخضع فيها المترشح للاختبار الشافوي؟ هناك خمسة مجالات أساسية نذكر منها المجال الأول ويمكن تسمية بالمجال الشخصي حيث تكون المعطيات الشخصية أو شخصية المترشح موضوعا أساسيا للفحص ومن بين المعايير التي يتم الاهتمام بها في هذا المجال هناك معيار الهندان أي طريقة لبس المترشح ثم معيار كيفية الجلوس وتدبيره لحركاته ثم قدرة على التحكم في حالته النفسية وقلقه وخوفه والقدرة على النظر إلى أعضاء اللجنة وجها لوجه ثم القدرات اللفظية مثل الصوت ومستوى الصوت ووضوح المخارج الصوتية ونوعية المواقف التي يحملها في ذاته بشأن بعض القضايا الحياتية هل هي مواقف معتدلة أم متطرفة؟ هل لديه حسم فيها أم تردد أم لا موقفة له؟ المجال الثاني هو مجال قدرات التواصلية ويشمل بعض المؤشرات منها التحكم الجيد في الموارد اللغوية والتعبير الجيد ثم سلامة النطق وجودة الصوت امتلاك أكثر من اللغة للتواصل وكيف يتبناء الكلام؟ هل يتكلم المترشح بخطاب منظم أم أن كلامه فيه اضطراب منهجي؟ هل الحجج والمبررات التي قدمها تبدو صلبة ومقنعة أم ضعيفة وغير مقنعة؟ هل المترشح مقتنع بما يقوله؟ أم أنه يقول كلام غير مقتنع به لأنه فقط يريد كسبة عطف ورض أعضاء اللجنة المجال الثالث وهو مجال المعارف الأساسية للمادة التي يريد تدريسها ويشمل بعض المعايير منها الثقافة العامة المترشح في مجال تخصصه ومجالات أخرى مرتبطة بها ثم معرفة العناصر المعرفية بالمادة الدراسية عبر المقرارات المدرسية في السلك الدراسي المطلوب هل المترشح مطلع على البرامج والمقرارات والموضوعات والقضايا التي تطرحها في سنوات السلك الدراسي؟ المجال الرابع وهو مجال المعارف البيداغوجية ومستجدات المنظومة المدرسية المغربية وهذا المجال غالبا ما يطرح بعض المؤشرات التي يتم التعامل معها في الاختبار الكتابي إذ يطلب من المترشح تقديم بعض التعريفات الأساسية في مجال التقافة البيداغوجية وأيضا معرفة مدى اطلاعه على معطيات منظومة التعليم بالمغرب وأيضا اطلاعه على جانب التنظيم والتشريع المنظم لمهنة التربية والتعليم مثل الحقوق والواجبات واختصاصات والمهام والعلاقات بين بعض الهيئات مثل مجلس التدبير أو المجلس التربوي أو جمعية الآباء وأولياء التلاميذ أو غيرها من الهيئات والقضايا التي تدخل في الجانب التنظيمي والتشريعي لمهنة التربية والتكوين في المغرب المجال الخامس وهو مجال الحافزية والإبداع ويشمل بعض المؤشرات مثل الاطلاع والتحكم في تكنولوجيا المعلوميات والاتصال وإمكانية توظيفها في التدريس ثم القدرة على سياغة مشاريع التربية وتحقيقها وأيضا مدى قدرة المترشع على اقتراح مشروع عمل مستقبلي للمهوذ بممارسته التدريسية حينما سيتم تخرجه أو تعيينه ما يجب الإشارة إليه هو أن هذه المجالات لا تنقط على قدر المساواة فكل مجال له قيمته العددية الخاصة به على قدر أهميته في الممارسة المهنية كل مجال يتضمن مؤشرات وكل مؤشر ينقط من صفر نقطة إلى أربعة نقطة والنقطة الإجمالية لكل مجال هي مجموع نقطة المؤشرات والنقطة الإجمالية للاختبار الشفوي هي مجموع نقطة المجالات الخمسة غالبا ما يعتمد أعداء اللجنة على تنقيط المعياري بمعنى أن النقطة التي تمنح لكل المترشحين تكون بالمقارنة مع المترشحين الآخرين وتراجع هذه النقطة باستمرار على ضوء ذلك بمعنى على ضوء المزيد من المترشحين ولو تتبت النقطة في بيان التنقيط إلا في نهاية العملية أو في نهاية اليوم ما هي الأسئلة التي تطرحها لجنة الإختبار الشفوي غالبا لا توجد لائحة رسمية وإنما للجنة الإختبار كامل الصلاحية في وضع الأسئلة التي تراها مناسبة في المجال لكن يتكرر دائما في البداية أن يطلب من المترشح تقديم نفسه أي سيرة ذاتية مقتضبة بلغة التخصص وقد يقترح أعضاء اللجنة لغة ثانية إضافية لتقديم هذه السيرة يمكن المترشح أن يقدم أيضا تجاربه السابقة دون الإيطالة فيها ويمكن للجنة أن تناقشه في هذا الشأن أو في شأن البحوث والأعمال التي قام بها أثناء دراساته الجامعية غالبا ما تقترح اللجنة أسئلة مكتوبة على المترشح وقد تمنح فرصة لتحذيرها قد لا تتعدى 20 دقيقة وقد لا تقدم اللجنة وقتا للتحذير لأنها تتوخى التلقائية في الجواب وقد تكون الأسئلة أو السؤال الأساسي إما عبارة عن سؤال مفتوح في مادة التخصص أو نصا أو وثيقة تنتمي إلى المادة الدراسية في مستوى أو سلك معين بعد الانتهاء من التحذير يتقدم المترشح أمام اللجنة وبعد ذلك ستشرع اللجنة في توجيه الحوار تبعا للأسئلة التي ترها مناسبة وهذه الأسئلة حرة ولا تخدع لأي قانون معين إذ ترعى أن تكون الأسئلة كاشفة على المؤشرات التي ذكرناها سابقا بشأن المجالات الخمسة يمكن للجنة أن تطلب من المترشح أن يشتغل على الصبورة لمعرفة جودة الخط ونوعية الوقوف والتعاطي الحس الحركي مع الصبورة والفصل ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للمترشحين في شأن الإختبار الكتابي؟ النصيحة الأولى أولا الصدق في المعطيات المقدمة وتجنب التضخيم والتزييف في السيرة الداتية لأن اللجنة بإمكانها كشف أي تزييف ممكن ثانيا أتقى في الدات والأصالة في المواقف بمعنى أن يكون الموقف والشخص مسجما مع عداته لأن ذلك سيجعل مواقفه مقنعسا ثالثا عدم المبالغة في جلب تعاطف اللجنة وعدم اللجوء إلى لعب دور الضحية أو المسكنة أو اللعب على الظروف الصعبة للحياة رابعا عدم الوقوع في التناقض أو التراجع على بعض المواقف أو الأفكار السابقة خامسا ضرورة الاعتراف بالجهل أو عدم المعرفة إذا كان السؤال صعبا أو لا نملك جوابا عليه ويجب تجنب التظاهر بالمعرفة في الوقت الذي لا نملك فيه جوابا مقنعا يجب إظهار قدرة على الإنصات الجيد للسؤال وملاحظات اللجنة عدم مقاطعة كلام أي عضو من اللجنة يستحسن النظر إلى أعضاء اللجنة جميعهم دون النظر لأحد منهم فقط أو النظر إلى الأرض أو لأي مكان آخر لأن الهروب بالنظر يعني عدم الثقة كما يجب عدم إظهار صلابة وعناد أمام اللجنة حتى وإن كان موقف أو رأي أحد لا يتوافق مع القناعات الخاصة يجب التحكم في الحركة وطريقة النطق حتى تكون منظمة وهادئة وموزونة وحتى لا تكون مؤشرات على الإضطراب وعدم التقاء في الداز كما يجب أن نعرف أن اللجنة تمتلك ما يكفي من الخبرة والتجربة والوسائل التي تمكنها من معرفة من يصلح للمهنة ومن لا يصلح لها وقد يكون معياران من المعايير التي ذكرناها سابقا هما المتحكمان في كل شيء وهما أصالة شخصية المترشح وتمكنه من مادة تخصصه أما المعايير الأخرى فقد تظهر بالنسبة للجنة معايير إضافية وتانوية لذلك فإنها ستقيف تنقيطها للمعايير الإضافية أو التانوية على ضوء المعيارين الأساسيين هما شخصيات المترشح ومدى تمكنه من مادة تخصصه نقف عند هذا الحد ونتمنى أن تكون هذه المعطيات مفيدة لكم وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في العرض القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة